الذي تم التوصل بين العراق وإيران وكانت لجنة يرأسها معالي مستشار الأمن القومي في الحقيقة ضبط الحدود ومنع المظاهر المسلحة ونجحتنا في خلق هذا الاتفاق والحمد لله وشكر الآن الموضوع بيننا وبين الحدود العراقية الإيرانية مؤمن بالكامل وجود قوات الحقيقة من قيادة حرس الحدود نأمل أيضا في هذه الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الدفاع المحترم إلى الجانب التركي طبعا هي ضمن العلاقات المتبادلة والتعاون الكبير الموجود بيننا وبين الجانب التركي أيضا هناك مناقشة للعمل على الحدود العراقية التركية وأكيد كان هناك عمل كبير في الفترة الماضية من خلال ما تم العمل به سواء من خلال وزارة الداخلية الاتحادية بالتنسيق مع الأخوان في البيش مرقة وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة المحترم بضرورة أن يكون هناك تواجد لحرس الحدود في الخط الصفري بيننا وبين الجانب التركي وفعلا تنفيذا لتوجيهات القائد العام بدأت حرس الحدود بالانتشار والتوزيع وكذلك بدء ببناء الأبراج ونقاط المراقبة ومستمرين في هذا العمل لضمان التنسيق ولضمان العمل المشترك لذلك هذه الزيارة هي تندرج ضمن أطر التعاون والتنسيق المتبادل بيننا وبينهم هذه الزيارة هي زيارة مهمة للسيد معالي وزير الدفاع المحترم ووصول معالي وزير الدفاع المحترم إلى تركيا هو الغرض من التنسيق وأيضا مناقشة كثير من الملفات الموجودة بين البلدين هناك تعاون كبير سواء بين الحكومة الاتحادية وبين البيش مرقة وبيننا أيضا وبين الجانب التركي تنسيق عالي وعمل مشترك الغاية من عنده هو الوصول إلى الحقيقة كل الطرق التي تؤدي إلى ضمان أمن سلامة الحدود وكذلك أيضا منع التجاوزات أو أن يكون هناك تجاوز على السيادة العراقية وأكيد هذا هو ضمن أطر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المحترمة ونؤكد من خلاله على ضرورة احترام سيادة العراق وعدم التعدي عليها الاتفاق الذي تم بيننا وبين الجانب الإيراني هذا طبعا الاتفاق هو لأول مرة منذ عقود وهذا الاتفاق مهم جدا توصلنا إلى اتفاق هذا الاتفاق كان بموجبه تواجد قوات قيادة حرس الحدود المركزية طبعا هذا الاتفاق كان بالتنسيق مع الوزارات الأمنية وكذلك مع حكومة الإقليم والاتفاق توصلنا إليه بعد سلسلة من اللقاءات المهمة سواء في أربيل أو في السليمانية أو في طهران وكان باكورة هذا الاتفاق أن يتم نزع الأسلحة والمظاهر المسلحة الموجودة بيننا وبين الجانب الإيراني أيضا بدأت قيادة قوات حرس الحدود بنصب أبراج مراقبة ونقاط سيطرة منع أي تواجد للمظاهر المسلحة في تلك المناطق كان الاتفاق الذي طبق مقبول من قبل الطرفين رحب الجانب الإيراني بهذا الاتفاق وكذلك الجانب العراقي أعتقد النتائج والاجتماعات المتكررة وكذلك العمل الكبير الذي قامت به سواء معاني المستشارة الأمن القومي أو من خلال اللجنة التي هو يرأسها كان له دور كبير في أن يرى هذا الاتفاق الذي أكرر هو لأول مرة منذ عقود هذه المنطقة لم تشهد مثل هكذا اتفاقات إلا الآن وهذا يعتبر نجاح ونصر لكل الطرفين التنسيق والعلاقة بيننا وبين الأخوان في البيش مرقة في أرقى وأعلى درجاتها وهذا الحقيقة لمسناه من خلال التعاون الكبير للأخوان في البيش مرقة سواء في مجال الإرهاب سواء في مجال الاشتراك بالعمليات المشتركة سواء في متابعة وملاحقة المهربين ضبط المناطق ذات الاهتمام الأمن المشترك تعاون كبير من جانب الأخوان في البيش مرقة في كل الملفات وعلى رأسها الأخ الفريق الركن عيسى عيسى كان بيش مرقة اللي الحقيقة كان متعاون جدا وعمل دؤوب في مجال مكافحة الارهاب وكذلك في العمل مع قيارة العمليات المشتركة وكل القوات الأمنية هذه العلاقة هي في أرقى درجاتها وفي أحسن درجاتها النتيجة من هذه العلاقة أنه أولا وصلنا إلى عمل مشترك وصلنا إلى تبادل معلومات مشتركة وصلنا إلى رؤية مشتركة إلى تخطيط مشترك الثقة بيننا وبين الأخوان في البيش مرقة أصبحت عالية جدا وهذا انعكس على أداءنا في عملنا ونجحنا نجحات كبيرة سواء في التصدي للإرهاب أو في حل كثير من الملفات اللي كانت معقدة ولكن تم التوصل إلى حلول كثير منها بسهولة تامة يعني أولا طور أمر تشكيل اللوائين هو مستمر العمل به قطع نشوت كبير في مجال بدء العمل في هذين اللوائين أحدهم تقريبا نكتمل الآخر في طور الاكتمال الشيء الوحيد هو المخاطبات التي تم يعني الوصول إلى مراحل نهائية بها وكما تعلم أنه هذه المخاطبات بين وزارة المالية وبين الوزارات الأمنية اللي هي الدفاع وكذلك الإخوان في حكومة الإقليم أعتقد بأنه المراحل النهائية تم التوصل إلها لم يبقى إلا شيء بسيط جدا في مجال الأوراق كل شيء يكتمل معسكراتهم الحقيقة أماكن تواجدهم المناطق اللي يتوزعون بها حتى الأسماء ولذلك إن شاء الله سوف نشهد في القريب العاجل جدا عمل هذين اللوائين اللي إن شاء الله سوف يكون لهم شئ كبير في عملية الاستقرار والانتشار في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك يعني إحنا نتوقع أنه حال ما تنتهي المخاطبات والمراسلات الورقية اللي موجودة بين وزارة المالية وبين الوزارات الأمنية أعتقد فورا يعني في حال انتهاءها فورا يباشرون يعني إحنا عندما نتحدث عن كاركوك نتحدث عن الوضع الأمني المستقر في كاركوك والتعاون الكبير بين المواطنين بكل أطيافهم وبين القوات الأمنية وهناك عمل وهناك تنسيق عالي سواء بين القوات الأمنية أو بين الحكومة الأقليم وحكومة المركز العمل جاري وهناك عمل كبير وتنسيق عالي وجهد كبير تبذل سواء الحكومة الاتحادية أو القوات الأمنية أو حكومة الأقليم لا يوجد أي مخاوف من التهديدات الإرهابية باتجاه كاركوك كاركوك الآن تشهد استقرار أمني كبير جدا هناك تنسيق عالي وعمل كبير باتجاه المطاردة من تبقى من هذه الخلايا نجحنا في الفترة الأخيرة في عدد من الضربات الجوية في جنوب غرب كاركوك وبالذات في وادي زغيتون ووادي شاي وبعض المناطق القريبة جهاز مكافحة الأرهاب أيضا نجح في تعقب ومطاردة وملاحقة بعض الأرهابيين أيضا جهاز الأمن الوطني الأخوان في البيش مارقة كان لهم تعاون كبير مع جهاز مكافحة الأرهاب في تسليم عدد من المطلوبين هذا يعبر عن التنسيق ووجهة النظر العالية لكاركوك ولذلك كاركوك اللي هي عبارة عن عراق مصغر تشهد استقرار أمني وعمل مميز ومحترف للقوات الأمنية قيادة عمليات كاركوك هي القيادة الموجودة في كاركوك ولديها قدرة وإمكانية في قيادة الموقف الأمني في كاركوك وكان هناك تنسيق عالي وعمل كبير مع كل الأخوان وأعتقد بأنه كانت هناك نتائج وكانت هناك توجهات واضحة يعني في الأجهزة الأمنية لدينا منظومة للاختيار وهذه المنظومة تعتمد على النسب وهناك نسب تلتزم بها سواء الأجهزة الأمنية من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والأمن الوطني وكذلك كل الأجهزة الأمنية وحسب هذه النسب يتم اختيار وقبول المتقدمين والمتطوعين أكيد اللي حس أنه هو محتاج أن يعرف هذه النسبة رح يتفضل ويتقدم ورح يعرف كم النسبة من أي فئة وبالتأكيد سوف يحصل على هذه النسب لأن هذه النسب الحقيقة ملزمة بها كل القوات الأمنية وملزمة بها حسب الدستور العراقي كل الأجهزة الأمنية يعني أكيد من حقهم أني عتبون ومن حقهم أني يشتكون وممكن أن يتفضلون إلى النسب ويلاحظون هذه النسب وأكيد سوف يكون لديهم جواب يعني أكيد هو الزيارة هذه لمعالي وزير الدفاع المحترم هي تندرج ضمن الاستقرار والوضع الاستقراري للحدود بيننا وبين الأخوان في تركيا وكذلك أيضا العلاقة المتطورة والجيدة بيننا وبين الجانب التركي هذه الزيارات هي التي تنسق وهذه الزيارات هي التي تخلق الأجواء المستقرة ولذلك نحن معاولين على هذه الزيارة معالي وزير الدفاع لديه القدرة والعمل والخبرة في هذا المجال وإن شاء الله سوف يتوصلون إلى نتائج مرضية وكذلك مهمة بالنسبة للبلدين